أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي أهمية التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتي تمثل ركزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الظروف التي تمر بها والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بزل كافة الجهود الجماعية لمكافحته جاءت تصريحات سيد الرئيس خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كارالا الذي شدد على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر وكذلك الجهود التي تبدلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يوجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره كما أكد قائد المنطقة العسكرية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للرئيس السيسي لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم هذا وقد تقدم المسؤول العسكرية الأمريكية بالعزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهداء القوات المسلحة والذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر والذي وقع مؤخرا في سيناء أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود كما تم تطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة خاصة أمن البحر الأحمر حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنسيق السنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين